اشتركوا في القناة ساعة ماضية تصعيد كبير خطاب رسمي سوري مختلف تصريحات وزير خارجية سوري إذا الأردن اعتبرت تصريحات معادية تفسيرك لذلك هو يعني نبدأ بطبيعة الموقف الأردني قبل أن نتحدث عن طبيعة الموقف السوري اللي هو الأردن يعني سياسة الخارجية تعتمد على عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأحنا في الأردن يعني لم تؤثر علينا أزمة أكثر من ما أثرت علينا الأزمة السورية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وفي كلفة عالية لترابط قواتنا على مسافة تزيد على 374 كيلو متر للحدود الأردنية السورية التصريحات السورية يعني جاءت في سياق أنه الأردن يعني يستعد للدخول إلى سوريا عسكريا نحن صراحة صرح جلالة الملك قبل فترة وجيزة في خلال لقائه مع الصحفيين أو الإعلاميين في المملكة على أنه أحنا لن ندخل أو لن تدخل القوات الأردنية الأراضي السورية وليس لنا أطماع في الأراضي السورية لا من بعيد ولا من قريب إلا حماية الحدود الأردنية نحن نعرف أنه هناك زي ما اتفضلت قبل قليل في أنه هناك سوريا ساحة مستباحة لكل القوى إن كانت التركية أو الإيرانية أو حزب الله أو الأمريكان أو الروس حتى متواجدين بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 103 منظمات أو تجمعات عسكرية موجودة على الأرض السورية أحنا في حالتنا الأردنية بهمنا هو الدفاع عن حدود الأردن وعدم وصول أي اعتداءات تطرفية إن كان من داعش أو من أي تنظيم آخر متطرف إلى الأردن وبالتالي أحنا نعود للأصل أحنا جزء من التحالف الدولي وهذا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وإذا الأمريكان لديهم خطط ممكن أن يكون الأردن له دور لوجستي أو دور استخباراتي أو دور يعني إعداد لكن أحنا كقوات مسلحة أردنية أعتقد أننا لن ندخل الحدود السورية إلا في حالات الاعتداء على الأراضي الأردنية وتهديد الأمن الوطني الأردني دكتور نبيل أسمع وجهة نظرك بتفسيرك للخطاب السوري الأخير نعم سيدي أنا أعتقد أن هناك سببين لهذا التصعيد الإعلامي الذي شاهدناه في الأيام الأخيرة السبب الأول هو ما أسميه بالهستيريا الموسمية التي تصيب النظام وأعوانه النظام السوري وأعوانه عند بدء عمليات الأسد المتأهب التدريبية التي بدأت في الأردن اليوم وشاركت فيها عدة دول حليفة وشقيقة وصديقة وبالتالي تصيبهم الهستيريا الموسمية يعني لو عدنا بالذاكرة إلى السنة الماضية عند بدء هذه الدورات ستجد أنه في تصعيد في الخطاب الإعلامي السوري ضد الأردن ونذكر أنه بدأ التصعيد من الرئيس بشار الأسد قبل أسبوعين تقريبا حديث عن تدخل أردني وقوات أردنية وما إلى ذلك هذا السبب الأول التدريبات التي تصيبهم بالهلع غير المبرر طبعا لأنها ليس لها هدف إطلاقا يتعلق بالوضع في سوريا السبب الثاني هو بسمي أنا تعمد عدم الفهم لكلمة في العمق التي وردت في تصريحات جلالة الملك وأكدها معالي وزير الإعلام في مقابلة التلفزيونية مؤخرا في العمق واضحة جدا أنه من خلال العلاقات الاجتماعية التي أنشأها الأردن وأقامها مع العشائر في المنطقة هذا معناها ولا يوجد لها تفسير آخر ففي واحد أحيانا بيتعمد أنه ما يفهم وبالتالي شهدنا أخبار حول هذه التصريحات بتقول إيش أنه الأردن سيتدخل عسكريا في العمق السوري من وين أجل حكي هذا؟ ففي أحيانا يعني محاولة أنه أنا ما بدي أفهم بديش أفهم إلا هيك وهذه هي المشكلة الأساسية أنا أعتقد أنه هذاني سببان لكن مرة أخرى طبعا التصريحات الملكية جاءت قاطعة بأن الأردن لا نية لديه للتدخل عسكريا في الجانب السوري لكن هذه الأسباب ربما هي التي دفعتهم لهذه التصريحات تابع التقيير حقيقة تقيير حول التصريحات السورية الأخيرة إذا أردن تابع سوية بين الفينة والأخرى تختار الحكومة السورية أن تدخل في حلقة مفرغة من تصريحات وتلميحات عجيبة من وحي خيال خصب فرغم تأكيدات الحكومة الأردنية في أكثر من مناسبة على موقف الأردن الثابت من الأزمة السورية عبر حل سياسي يضمن وحدة ترابها إلا أن الحكومة السورية تصم أذنيها وتفتح فاهها بكلام لا يدري أحد مغزاه كتصريح وزير خارجيتها الأخير بأن بلاده ستعتبر أي قوات أردنية تدخل سوريا معادية رغم إشارته إلى أن المواجهة مع الأردن ليست واردة وكما الحكومة السورية كذلك حلفاؤها وأدواتها الإعلامية فقد جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني مشابهة لنظيره السوري بقوله إن أي تحرك عسكري في المنطقة هو تحرك فاشل وذلك تعليقا على الأنباء التي نشرتها قناة مقربة من الحكومة السورية وموقعها الإلكتروني عن رصد تحركات عسكرية ضخمة تشير إلى اقتراب ساعة الصفر على الحدود السورية مع الأردن وتجمع حشود عسكرية أمريكية وبريطانية وأردنية على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويدة ودرعة ادعاءات مكررة وتصريحات باطلة الأسلوب والمضمون تخرج من أفواه المسؤولين في الحكومة السورية إلا أن ثبات الموقف الأردني على مدار أعوام الأزمة السورية الستة يثبت أن التصريحات جعجعة فارغة وكلام بلا طايل هناك اليوم من يتابع المشهد ويتحدث عن أن هل هناك من تغير في الفطاب الأردني تجاه ما يحدث في سوريا وهناك من يرى غير ذلك فنحن منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة على ذات السياق على ذات النهج على ذات العبارات التي تستخدم دائما بتأكيد وحدة الأراضي السورية وانتهاء الأزمة سياسيا في سوريا صحيح أيها ما أدق اليوم هل فعلا يعني في وسائل الإعلام المتحدة عن ساعة سفر خلص بدي أكمل ما بدأ به أخي وزميلي الدكتور نبيل في أنه يعني في عدم فهم وعدم إدراك للموقف الأردني أو الموقف السياسي عبر الست سنوات من المعاناة صحيحة المعاناة السورية كمان في نفس الوقت المعاناة الأردنية في تحمل عبق مليون وثلاثمائة وسبع وسبعين ألف لاجئ على الأراضي الأردنية 98% منهم يعيشون في المدن والقرى الأردنية وبالتالي الموقف الأردني واضح الحل السياسي وحدة الأراضي السورية عدم تقسيم سوريا عدم التدخل في الشؤون السورية سياسيا أو عسكريا أو أمنيا إحنا وجودنا وترابطنا على الحدود الأردنية الجنوبية لسوريا والشمالية بالنسبة إلى أنه هو حماية الأمن الوطني الأردني هذا هو الأساس يعني تحدث بشار الأسد قبل أكثر من شهر عن حديث غير مؤدب تجاه المملكة الأردنية الهاشمية وتسميتها بأنها لا دولة إلى آخر والآن الحديث الإيراني اللي هو داعم لسوريا أنه أي تحرك تجاه سوريا هو فاشل أحنا نقول لا يوجد تحرك أردني عسكري تجاه الحدود السورية وجود القوات الأردنية المرابطة على الحدود هو حماية للأمن الوطني وحتى حماية للأمن الوطني السوري من منع أي متطرف من الدخول إلى الأراضي السورية يمكن بالأمس تم ضبط أحد المتطرفين الذي يرغب في الدخول إلى سوريا فنحن عاملين حاجز صد لكل المتطرفين الذين يرغبوا في اختراق الحدود الأردنية والعكس صحيح نحن كمان لا نسمح لأي جهات تدخل إلى الحدود الأردنية لا سمح الله للقيام بعمليات إرهابية ضد الأمن الوطني الأردني فالموقف الأردني هو ثابت طبعا نحن نقول ثابت في المبادئ الرئيسية لكن متغير في ضوء أي أحداث أو أي تطورات قد تحصل في المنطقة أو على الحدود السورية في الشأن السوري الآن نحن نرى يعني كانت هناك محاولات أنه الأردن يكون يعني أحنا لسنا جزء من إستانة إلا مراقب نحن مراقب ولا جزء من جنيف يعني مؤتمر جنيف القادم في الأسبوع القادمة ولا جزء من التحالفات الأمريكية الروسية أو الأمريكية التركية فيما يتعلق بسوريا موقف الأردن وحدة الأراضي السورية عدم تقسيم سوريا وقف الهجرة وهذا أمر إحنا يعني ثبتناه من سنتين تقريبا على عدم قدوم اللجوء السوري إلى الأردن إلا في الحالات الإنسانية للعجزة والأطفال والمرضى وهذا أمر الأردن يقوم به من نواحي القانون الإنساني يقوم به من نواحي أخلاقية من نواحي عروبية من نواحي إنسانية للتعامل مع اللجوء السوري إلى آخر فالمواقف الأردنية ثابتة لكن لا يوجد إدراك سياسي أو فهم سياسي للمواقف الأردنية نتيجة ما يوجد في العقل الباطن لدى بعض القيادات السورية تجاه الأردن دكتور نبيل في تغير في الخطاب الرسمي الأردني هل هناك من أي تعديل مثلا هل هناك أي تغير في الرؤية السياسية الأردنية للأحداث في سوريا مما يدفع السياسيين والقادة في النظام السوري للحديث بمثل هذه الكلمات وهذه العبارات تجاه المملكة نعم أنا لا أعتقد إطلاقا أنه حدث تغيير جذري في موقف الأردن من الأزمة السورية الثوابت الأردنية كما هي لكننا بالفعل يعني كما تفضل معا لدكتور أمين معنيين بما يجري في سوريا معنيين أن نحافظ على الدولة السورية معنيين لأنه انعكاسات الأزمة السورية كبيرة جدا علينا وبالتالي نحن موجودون على الأرض في أستانا مثلا كمراقبين معنيين متابعين لنستطيع أن نغفى اللحظة لما يجري في سوريا لأنه له انعكاس كبير علينا واللاجئون هم أكبر دليل على ذلك لكن من الواضح تماما أنه النظام مأزوم لأنه الأمور اقتربت يبدو إلى حل ما أستانا فرضت موضوع المناطق منخفضة التوتر الأربعة وأمس يعني طبعا المؤتمر الصحفي لوليد المعلم كان معظم حول هذا الموضوع نعم يعني أجأ إشارته للأردن فيما عرض رده على سؤال لكن هو كله للحديث عن هذه الصيغة اللي يعني تم الاتفاق عليها بأستانا وبالتالي أنه وإذا نجحت أستانا الآن كمان أعلن عن جنيف مرة أخرى فإذا بدأ المسار السياسي يتحرك وربما بدأ يتحرك لغير صالح النظام نفسه وبقاء النظام ووجود النظام ربما فلذلك هو نظام مأزوم في اعتقادي ويوزع أزماته على الآخرين ويعني من الغريب كما تفضلت في المقدمة أنه يعني كل القوات العالم موجودة في سوريا وكل المنظمات يعني الإرهابية والإجرامية موجودة وهو لا يرى إلا خطر في ذهنه فقط أن القوات الأردنية جاي طبعا ليش السوريين بعتبر القوات الأردنية معادية وعندها هذه القوات على أعراضيها لماذا الأردن بالذات؟ لماذا هذا التصور لدى النظام السوري؟ نعم يعني هو طبعا القوات الأخرى الموجودة بعضها حليف له قوات الإيرانية قوات الروسية لكن هنا قوات تركية واخترقت وتوغلت في الأرض السورية وقوات أمريكية وقوات كردية وحسب الله وكرد أكراد موجودين وهم أعداء النظام إن صح التعبير تركية وقفت ضد النظام من ذلك الأولى نعم كل القوات موجودة من جميع الدول العالم لكنه فعلا أعتقد السبب هو أنه يعني بالنسبة له هذه بتكون يعني مكشوفة كثير أنه دولة عربية هو مع الأسف الشديد يعني تاريخيا لا يبدي لها قدر كبير من المودة فإنه هاي القوات أيضا تتدخل في الأراضي السورية بالنسبة له تظهر مدى هشاشته ومدى ضعفه ومدى يعني قربه من الانهيار فيعني إذن أعتقد أنه أحد الأسباب الأخرى هو أنه الأمور بدأت تضيق حول النظام وبالتالي هو يلقي بقذائفه الكلامية بكل الاتجاهات وخصوصا باتجاه الأردن وباتجاه أيضا بعض الدول العربية الأخرى دول الخليج وما إلى ذلك فهي تعبر عن أزمة النظام أما من حيث الخطاب الأردني أنا لا أعتقد أن هناك أي تغيير في إما الخطاب أو حتى الموقف الموقف الأردني من الأزمة السورية لم يتغير إطلاقا والتصريحات الإعلامية إزاء الوضع في سوريا التي تفضل بها جلالة الملك لم تغير شيئا من ثوابت الموقف الأردني وموضوع التدخل البري تم حسمه بشكل جلي بشكل واضح جدا لا يقبل التأويل لكن في بعض الناس ما بدها تفهم لا تريد أن تفهم الحقائق وتريد أن تؤولها كما تشاء وبأعتقد أنه أيضا في أطراف عمدت إلى تشكيل الموقف بهذا الشكل من خلال اللعب على كلمة في العمق التي فهموها بالطريقة التي يريدون أن يفهموها إذا اعتبر النظام في سوريا أي قوات أردنية إن دخلت الأراضي السورية قوات معادية دون استعذان يا سيدي أنا أشوف يعني في بعلم السياسة والسياسة الخارجية في ثوابت وفي متغيرات أحنا ثوابت الأردن واضحة تماما انطلاقا من وحدة الأراضي السورية عدم التدخل في الشأن السوري عدم التدخل أو الوصول إلى العمق السوري أحنا مش واصلين إلى العمق السوري أحنا جماعة نريد حماية أمننا الوطني وحدودنا لكن في زي ما تفضل في تسارع هائل في موضوع الأزمة السورية وغدا هناك لقاء بين وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الأمريكي حول المدى يعني أول أول شيء على جدول الأعمال هو الأزمة السورية أو الصراع في سوريا أنا يعني أسميه صراع لو ليس أزمة لأن الأزمة تخطت قصة الأزمة إلى قصة الصراع وبالتالي هناك تسارع في موضوع الحل السياسي والتوافق الأمريكي الروسي على شيء ما تجاه سوريا أحنا في الأردن شو التحولات أو المتغيرات التي قد تحصل في هذا الشأن إذا في تبعات تؤدي إلى التأثير على أمننا الوطني أو على وضعنا في الأردن ممكن يصبح هناك متغيرات تدفع بهذا الاتجاه لكن الثوابط هي موجودة فبالتالي يعني الآن في اتجاه نحو الحلول السياسية وارد من هون إلى ستة أشهر أو من هون إلى الفترة القادمة في هناك نية واضحة وجلية لدى الأردن ولدى الولايات المتحدة ولدى الدول العربية قاطبة ولدى الأتراك ولدى الأوروبيين في القضاء على داعش وبالتالي الآن الخروج خروج داعش من الرقة اللي هي العاصمة باتجاه دير الزور له تهديد أمني على الحالة الأردنية لأنه اقتراب من الحدود الأردنية الانتجاه الثاني التحركات من الموصل باتجاه القائم كمان القائم قريبة من الحدود الأردنية ومن حق الأردن أن يعني يحشد وأن يوفر كل قوى الإسناد لعدم دخول أي من قوات داعش نتيجة للصراع الموجود في منطقة الرقة باتجاه دور الزور باتجاه الحدود الأردنية ومن الموصل باتجاه الأنبار إلى القائم اللي على الحدود السورية العراقية جانبه قريبا من الحدود الأردنية وبالتالي من حق الأردن أن يحشد وأن يدافع عن يعني حدوده الوطنية ونحن كما ذكرت قبل قليل أنا لست ناطق أعلامي باسم الحكومة لكن أعي ما أقول نحن في الأردن ليس لنا أطماع جغرافية في الأراضي السورية نهائيا ونحن نسعى إلى الحل السياسي لأنه تأثرنا تأثرا اقتصاديا وامنيا واجتماعيا بمخرجات الأزمة السورية قاطبة وبالتالي المملكة الأردنية الهاشمية لديها ثوابت في سياستها تجاه كل الدول العربية بعدم التدخل بالشؤون الداخلية ما عنا أطماع ولا أهداف عسكرية في الدخول أو الولوج إلى الأراضي السورية إذا هناك صارت أصبحت هناك مناطق آمنة من خلال اتفاق روسي أمريكي أو اتفاق أممي على أن يكون هناك منطقة 10 كيلو 15 كيلو آمن أحنا من حقنا أن نحمي نحمي هذه المنطقة الآمنة لعدم دخول أي جهات تؤثر على الأمن الوطني الأردني هذا جانب يعني مهم يعني أنا قرأت اليوم التصريعات الصحفية الصادرة عن الميادين يعني والميادين كانوا بحكوا كتصريعات صحفية نوع من التحشيد و4500 و5500 وأمريكان وهولنديين وإنجليز وإلى آخر هاي كلها قصة التدريبات العسكرية اللي هي عاصفة الأسد المتعهب اللي تجري سنويا صحي مش يعني مش أول مرة هاي صلى من أكثر من عشر صلوات تحدث على قبل الصراع في سوريا قبل الصراع في سوريا من عشر صلوات نتيجة التحالف الاستراتيجي الأردني الأمريكي والأردني العربي على أساس أنه تدريب تهيئة استعداد جاهزية للقوات المسلحة بمشاركتها مع قوات أجنبية أخرى تكتسب الخبرة منها لكن في حديث حتى شعبي معنىش دكتور شعبي أنه في تحشيد عسكري في تعزيزات عسكرية لحدودنا الشمالية هذا أمر طبيعي يسيد أمر طبيعي أنت النار تلتهب في الأراضي السورية وفي كل مكان من الشمال إلى الجنوب إلى كثير من المناطق في سوريا في تنظيمات إرهابية لا تريد لك الخير وبالتالي من حق الأردن أن يحشد على حدوده للدفاع عن أراضيه لا صبح الله في محاولة أي اقتراق أمني للحدود الأردنية ونحن واضحين يعني الأردن واضح في هذه القصة لا نسمح بدخول أحد من الأراضي السورية إلى الأردن ولا نسمح لدخول أحد من الأراضي الأردنية إلى الحدود السورية يعني يعني الأوامر هي بإطلاق النار الفوري على كل من يحاول أن يدخل لحدود الأردنية أو العكس وبالتالي هذا واضح عبر ست سنوات من الموقف السياسي العسكري والأمني الأردني تجاه ما يتعلق بالأزمة السورية نحن قلت لك ليس لدينا أطماع وبالنحل سياسي لأن الأزمة السورية بكل معطياتها أثرت على الأردن بكل الاتجاهات وبالتالي المواطن الحديث الشعبي أحنا لا يعني لأنه أعول عليه لأنه تعرف حديث يا أما حديث صالونات يا أما حديث ناس ما عندهاش معلومات تجاه ما يجري أنه تحشيد تحشيد أحنا لا نحشد ضد أحد عرفت عليكي وأنا كنت أتمنى أنه الموقف السوري والوليد المعلم كمان فيما يتعلق بما يتفوه به تجاه الأردن أو حتى بشار الأسد أنه كان حكى إشي على إسرائيل كان حكى إشي على إسرائيل هاي إسرائيل ما في شهر إلا تقصف مواقع في سوريا وهم يقولوا سنرد في الوقت والزمان المناسبين وهذه الكلمة صالها أربعين سنة تحدث فيها النظام السوري تجاه ما يتعلق بالأمر الإسرائيلي إذا فيه نوايا يعني غير يعني هلأ الآن إسرائيل تحتل منطقة الجولان والجولان نحن نعتبرها أراضي سورية محتلة من عام 67 لماذا لا يكون هناك قول بلاش تصرف فعلي عملي أن يكون هناك قول تجاه عودة أراضي المحتلة عام 67 اللي هي جبال الجولان أو منطقة الجولان تجاه لسوري في صمت في صمت سوري لكن اللغو السوري هو تجاه الأردن وإحنا يعني بدي أنا أقولها بصرحة يعني برأي الشخص يعني إحنا لسنا الحلقة الأضعف لسنا الحلقة الأضعف تجاه ما يسمى بالأزمة السورية ولن نسمح في أي لحظة من اللحظات لتهديد الأمن الوطني وأنا بحكي أنه موضوع الاستقرار والأمن في الأردن مبني على وعي القيادة وإدراكها قيادة السياسية في الأردن وعلى التلاحم الشعبي وعلى الوحدة الوطنية الموجودة في الشارع الأردني تجاه كل ما يجري من أزمات في المنطقة طيب إذا كان الأردن ردود أمنية عسكرية فكرية هناك مضطرفون موجودون على حدودنا الشمالية ولن الحق في دفاع عن نفسنا وماذا يملك نظام السوري لمواجهة ذلك كل ذلك وأكثر نواصل الحوار فيه لكن مع تفاصل قصير نواصل حوارنا واضيفنا الكرام والحقيقة دكتور نبيل نحكي الأردن خلال الفترة الماضية كان عنده ردود أمنية وعسكرية ضد أفكار وضد تواجد من الطرفين على حدوده الشمالية هل يسعى السوريون من خلال كل ما يتحدثون به إلى حرمان الأردن من حقه الدفاع عن نفسه وماذا يملك النظام السوري لمواجهة ذلك نعم ربما هذه أحد الأسباب يعني توسيع دائرة انتشار المتطرفين السمح لهم بالتغلغل في الحدود الأردنية تهيئة الظروف لهم ونحن نتحدث بهذا الشكل وقد عانينا من تغلغل الإرهابيين في مخيم الركبان قبل عام تقريبا والإضافة إلى بعض الأحداث التي حدثت في الداخل فنحن لا نتحدث عن خطر متخيل هو خطر حقيقي وموجود ومن حقنا أن ندافع عن مصالحنا وندافع عن حقوقنا نحن لو نظرنا إلى داخل الأراضي السورية لنتعرف على طبيعة القوى الموجودة هناك سنجد خليطة من القوى سنجد أولا بعض امتدادات للجيش السوري موجودين سنجد أيضا بعض الإرهابيين والمتطرفين والمنظمات الإجرامية موجودة ولها حضور سنجد أيضا بعض القوات وهذه لا نجد لها تفسيرا في الحقيقة الموالية لإيران المدعومة لإيران موجودة في تلك المنطقة أيضا فإذن الأردن لا يتحدث عن خطر متخيل لا يتحدث عن عدو غير موجود موجود على الأرض ونستطيع ربما أن نراه رأي العين قواتنا المسلحة قادرين على يعني التعامل معه وكشفه ومعرفة طبيعته وطبيعة تحركاته فإذن ماذا يريد النظام السوري ربما من أحد أهداف هذا التهويل الإعلامي خلق حالة من البلبلة والفتنة حتى الداخلية ربما أحد الأهداف هي هذه ولذلك لا يمكن أن يكون صدفة أنه في يوم واحد تطلع قناة الميادين بخبر كاذب غير حقيقي كما تم نفيه بشكل رسمي أن الصور اللي حطوها هذه صور لمعدات قديمة غير موجودة أو ليست فاعلة إطلاقا بيان لحزب الله يطلع عن أنه والله في تحركات بيان لإيران يطلع عن أنه في تحركات بالإضافة إلى تصريحات وليد المعلم إذن في جوقة من الترتيب الإعلامي الذي يهدف إلى خلق حالة غير موجودة على الأرض هذه الحالة التي يخلقها النظام السوري وأعوانه غير موجودة على الأرض ولا تدعمها الحقائق فإذن أعتقد أنه داخليين علينا التحلي بأعلى درجات الوعي والحذر والانتباه ويعني كلنا بنعرف زي ما تفضلت أنه في أزمة الناس بدأت تتلقف هذه الأخبار وتبني منها شيء هذا الشيء غير موجود إلا في أذهان من لا يضمرون الخير لوطننا فعلينا أن نأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وحتى الآن لا يوجد شيء على الإطلاق على الأرض وتصريحات الرسمية من جميع المسؤولين وطبعا بدءا بجلالة الملك واضحة جدا ولو أن هناك شيء غير ذلك لبادر المسؤولون الأردنيون بإطلاع المواطنين على الأخبار الحقيقية فهذا يتطلب من المواطن درجة عالية من الوعي والانتباه والحذر وعدم تلقف أي أخبار وبناء مواقف عليها لأنه هذا ما يريده الأعداء حدود طويلة دكتور أمين نعم ولدينا الحق بالدفاع عن أنفسنا ولدينا الحق باستهداف الإرهاب الذي يقترب منا أكثر فأكثر وتحدثت في عبارة أننا لسنا الحاقة الأضعف هذا أمر يجب على النظام في سوريا أن يفهم صحيح صحيح أحنا أولا يعني أحنا لدينا الحمد لله جاهزية عالية في قدراتنا العسكرية في الدفاع عن حدودنا الطويلة على الرغم من هناك تشابك اجتماعي في منطقة الرمثة ودرعة والشجرة والطرة وكثير من القنابل التي تستهدف بعض القوى في الجانب السوري تصل إلى الرمثة وإلى البيوت في الطرة والشجرة في تداخل اجتماعي ونحن يعني بهمنا كمان الحفاظ على حياة المواطنين الأردنيين وعلى كمان حياة المواطنين السوريين ليس الأردن إلو أهداف أو أطمع بهذا الاتجاه فأعتقد أنا أنه هذا هناك جاهزية عسكرية عالية هناك قدرة للصد ورد أي اعتداء أو محاولة أي تواغل وأحنا شاهدنا ما حصل في السابق من مواقف أردنية شجاعة تجاه ما جرى على بعض المناطق في الحدود السورية لكن يبقى القول أنه من حق الأردن أن يدافع عن نفسه في حالة أي اعتداء أي كان شكله أي كان مصدره هذا جانب بالإضافة إلى أهمية أنه أحنا عنا من العقلانية والإدراك السياسي والأمني والعسكري بمكان بعدم التورق بالشأن السوري داخلي هذا معروف وأبا تحدث بجلالة الملك أكثر من مرة أنه أحنا يعني ما عنا نية أو توجهات للتدخل في الحدود السورية أحنا أهمنا الوحيد هو الحفاظ على الحدود الأردنية وزي ما تفضل الأخ نبيل أنه مرات الإشاعة أو مرات التهويل في القضايا يؤثر على الروح النفسية للمواطنين أحنا نقول أنه الشعب الأردني يجب أن يثق في قيادته والشعب الأردني يجب أن يثق في مؤسسته العسكرية وأجهزته الأمنية وهذا أمر مهم جدا وأنه لا يتلقى الأخبار إلا من مصادرها الرسمية حتى لا يؤثر نوع من الهلع أو الخوف أو عدم الطمأنينة في الشارع الأردني أنا أعتقد أنه كمان في نفس الوقت أنه المجتمع الأردني مجتمع واعي ويدرك كل أساليب الغوغاء والترثر الكلامية التي تنطلق في بعض التقارير الصحفية هنا وهناك لكن يبقى القول أنه أحنا في الأردن مبدأنا أو مبادئنا ثابتة في ما يتعلق بحل الأزمة السورية سياسيا وأعتقد أن الأمور في الطريق إلى الحل في المستقبل وهناك تراجع في موقف النظام نفسه لحالة الضعف وحالة الهزل التي وقع فيها النظام اثنين الموقف الأمريكي تغير من أوباما إلى ترامب باتجاهات جديدة هناك موقف تركي كمان متغير ومتسارع وهناك موقف كمان أمريكي تجاه الوجود الإيراني والوجود حزب الله كمان وتأثيراته على الحالة السورية أحنا ما يهمنا هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من خلال تعاوننا وتحالفنا الاستراتيجي مع العالم وبالذات الولايات المتحدة ودول الخليج العربي واثنين بهمنا كمان أمن واستقرار للأردن وأنه ما يصير نوع من الهلع أو الخوف أو عدم الارتياح النفسي لدى المواطن الأردني نتيجة للإشعاعات التي تأتي تصدر هنا وهناك في هذا الموضوع بشكل نعم دكتور نبيل لما نحكي عن التصعيد في الخطاب الإعلامي هل هذه فقاعة علينا أن ننتهي منها أم علينا أن نواجه وهل هذا الأمر سيستمر هل ستستمر حرب التصريحات إن صح التعبير بين الأردن وسوريا أنا أعتقد أنه يجب أن نهي أنفسنا إلى يعني استمرار هذه العملية الإعلامية على الأقل لأنها يبدو أنها بتخدم هدف بالنسبة لنظام صرف النظر نحو يعني التطورات السياسية التي تحدث فأعتقد أنه إعلامنا وأداء إعلامنا يجب أن يكون أكثر يقظة وأكثر وعيا للتعامل والمواطن أيضا عليه مسؤولية كبيرة لكي يكون على أعلى درجات الوعي والثقة في مؤسساته والثقة في قدرات بلده لمواجهة أي تطورات وشفافي مطلوبك أيضا من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية تحديدا نقل المعلومات إلى المواطن بحجمها وقدرها دون ما مبالغة أو تهوين أعتقد أنه هذا هو المطلوب في المرحلة القادمة لأنه كلما يعني ضاق الخناق على النظام ويبدو أن الأمور يحاول تصغيره للخارج نعم يبدو أن الأمور تتجه بهذا الاتجاه مصار جينيفو وما إلى ذلك والذي أساس منه هو أن يعني أن يتخلى بشار الأسد عن السلطة فكلما ضاق من المتوقع أنه زاد الهدو نحن تتعدى أن تكون زوبعة في فنجان وأحنا في الأردن ياما عبر طريقنا السياسي اللي عمره 96 سنة شفنا وسمعنا تصريحات مشابهة وتهديدات مشابهة نعرف ونقدر ما هو الواقع في المنطقة وحالة التشابك والتعقيد في القضايا الجوهرية أو الأزمات الأساسية في المنطقة الوعي مطلوب والحذر مطلوب نعم نعم وقعنا الجوهر السياسي يفرض علينا في قلب المعركة يعني كل الأطراف اللي حولنا مشتبكة إن كان في سوريا أو في العراق أو حتى ما يجري في فلسطين بشكل أو بآخر له تأثيرات وبالتالي موقعنا الجوهر السياسي يدفعنا أن يكون لنا نوع من الحركة ونوع من التحالفات اللي بالأخير تنعكس على حماية الأمن الوطني فبالتالي ليس هذا أول تصريح سوري ضد الأردن ولن يكون الأخير ما دامت هذه الجوقات موجودة أنا بدي أشكركم ضيفة الكريمين شرفتوني بحضوركم إلى هنا إذن مشاهدين أنكم قد وصلنا نهاية حلقة الليلة من نبض البلد رؤية كما عاهتموها كانت ولا تزال واستبقى دائما معكم منكم وإليكم فالأردني رؤية تصبحون على خير دلتل اشتركوا في القناة